هدف ده فانديم على توفير الأراضي للمستثمرين وكذلك حرص على متابعة الإجراءات التأسيس ومنحوهم الرخصة الزهبية يعني هناك العديد من الحوافز حتى أن بعض المؤسسات الدولية اعتبرت أن مصر من أكثر الدول في المنطقة التي تمنح حوافز للمستثمرين النهاردة كان أيضا فيه زيارة لميناء دمياط مازعان الموين المصرية ورئيسي ووزارة تحدث على مصر